غلق أسواق الماشية في الولايات الذي تأكد وجود الحمى القلاعية فيها حواجز بيطرية في مختلف الولايات وحملات تلقيح واسعة للمواشي بمختلف المناطق هي إجراءات اتخذتها وزارة الفلاحة بغيات السيطر على انتشار دائل حمى القلاعية وحتى المالطية هنا أنا في المستثمرة هذه تعال سيد راقوب وزيد لدينا البقر وطوغو وعندوا الأغنام فيناهم شوفناهم نشوفوا أول حاجة الأعراض نشوفهم في الحمى القلاعية الازافت العابن ونشوفوا كان في الضراعة البقرة ثانية يجيوك شغل شلافت وممتون عدنا البواتخي تضلع كي تكون تمشيت ولي تضلع من كرعيها من الأرجل من القدام ولا من الأور هنا الحمد لله الولاية تعنا راهي من شكل خالية أزمة التي راهي قايمة وتصهر على مراقبة الصحة الحيوانية على مستوى الولاية من مداومة على مستوى المديرية أو على الفروع رأنا في اتصال مع الفلاحين تعنا هي خالية حذر خالية أزمة البياطرة وفي خرجاتهم التفقدية التوعوية يؤكدون على جملة من الإجراءات التي يجب على الموال اتباعها لتفادي انتشار العدوى أما الموالون فرحبوا بالتحرك السريع للمصالح المعنية نهضرهم على الفلاح باش نوعيوه وشانسيبيريزيوه ايو شنقولولو اول حاجة انه ميروحش للسوق ثاني حاجة انه ميشيريش حاجة جديدة ويدخلها دي المستطمرة لازم يحطها دي لها الحجر نفيري فيها ويشوفها لكي نملحها باش يقدر يدخلها سينو ما يدخلها اليوم احنا يا بسم الله والحمد لله ما عندنا حتمر نهائي وعندنا بيطرة ما شاء الله وعاونا قبل اليوم من القديم يسال على السوق يقضي حذره ما يدخل الجاراجه يجير يغسل بالجفال ينظف تكثيف الحملات التوعوية والمراقبة المستمرة من طرف الجهات الوصية مع وعي المرب بالأسباب التي من شأنها التسبب في انتشار الداء وتفاديها إجراءات ستساهم لا شك في كبح انتشار هذا المرض الشيخ